بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات دروس الرياضيات للصف العاشر للفصل الدراسي الأول أعزائي طلاب الصف العاشر فاصل قصير وسنعود بعد قليل أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر أهلا بكم من جديد في خواص نظام الأعداد الحقيقية تعرفت معي عزيز الطالب من الدروس السابقة ومن السنوات السابقة بالأعداد الطبيعية وهي الأعداد الكلية ما هي الأعداد الكلية؟ هي نعم صفر واحد اثنين ثلاثة إلى آخرة نرمز لهذه الأعداد بالرمز طاء هناك مجموعة أكبر من الأعداد الطبيعية وهي الأعداد الصحيحة ما هي الأعداد الصحيحة؟ هي الأعداد الطبيعية صفر واحد اثنين ثلاثة بالإضافة إلى الأعداد السالبة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إلى آخرة كما قلنا هي الأعداد التي نرمز لها بالرمز صاد وهناك مجموعة أكبر وهي مجموعة الأعداد النسبية وهي الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة ألف على باع حيث أن ألف وباع تنتمي إلى الأعداد الصحيحة أي أن البسط والمقام ينتمي إلى صاد وبالشرط أن الباع لا يساوي صفر أي أن المقام لا يساوي صفر نرمز لهذه الأعداد بالرمز نون ويمكن كتابة هذه الأعداد النسبية بصورة أعداد عشرية منتهية كما هو موجود بالشاشة ثلاثة صحيح و أربع و خمسين من مية كذلك سبع و عشرين من مية هذه أعداد عشرية منتهية كذلك يمكن كتابة الأعداد النسبية بصورة أعداد عشرية دورية مثل أثنين صحيح و ستعش دوري كذلك ثلاثة من عشر دوري ماذا نقصد عزيز الطالب بكلمة دوري؟ أثنين صحيح و ستعش من عشر دوري أي أثنين صحيح فاصلة ستعش 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 إلى آخر كذلك ثلاثة من عشر دوري أي فاصلة ثلاثة 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 إلى آخر هناك نوع آخر من الأعداد تسمى الأعداد الغير نسبية وهي الأعداد التي لا يمكن كتابتها على صورة ألف على با حيث أن ألف وبا ينتمي إلى صاد وبشرط أن با لا يساوي صفر نرمز لهذه الأعداد الغير نسبية بالرمز نون شرطة مثل هذه الأعداد جذر خمسة كذلك العدد الموجود على الشاشة فاصلة ثلاثة سبعة ستة خمسة ثنين إلى آخر يعتبر من الأعداد العشرية الغير منتهية إذن هي من الأعداد الغير نسبية كذلك العدد خمسة باي أو باي هو يعتبر من الأعداد الغير نسبية لأنه عدد عشري غير منتهي كذلك العدد ثلاثة باي على اثنان هو عدد غير نسبي لأنه عدد عشري غير منتهي وهناك المجموعة الأكبر وهي الأعداد الحقيقية نرمز لها بالرمز حا وهي عبارة عن اتحاد جميع الأعداد النسبية اتحاد الأعداد الغير نسبية ويمكن تمثيل هذه الأعداد الحقيقية على خط الأعداد الحقيقية كما هو موضح بالشكل كل عدد حقيقي على خط الأعداد الحقيقية يمثل بنقطة وكل نقطة على خط الأعداد الحقيقية يعتبر عدد حقيقي ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية لنأخذ تمرين نحدد فيه فيما إذا كانت الأعداد التالية أعداد نسبية أم أعداد غير نسبية الأعداد هي جذر 4 على الثلاثة 1 صحيح وأربعة من عشرة دوري 5 باي لنبدأ بالحل عزيزي الطالب سنبدأ بالعدد الأول جذر 4 على ثلاثة هو عدد نسبي كيف يكون عدد نسبي لنفكر قليلا عزيزي الطالب جذر 4 يساوي 2 صحيح إنه 2 والإثنان ينتمي إلى الأعداد الصحيحة إذن سيكون الناتج بالتالي 2 على ثلاثة على صورة 2 على ثلاثة وهو على صورة ألف على باء حيث أن ألف وباء ينتمي إلى صاد لنرى العدد التالي وهو العدد واحد وأربعة من عشرة دوري كما قلنا سابقا هو يعتبر من الأعداد العشرية المنتهية إذن هو عبارة عن واحد صحيح وأربعة وأربعة من عشرة أربعة 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 بعد الفاصلة العشرية إذن هو عدد نسبي وأخيرا خمسة باي كما قلنا سابقا إنه من الأعداد العشرية الغير منتهية إذن فإنه من الأعداد الغير نسبية أما الآن سنتطرق إلى خواص عمليتي الجمع والضرب فيه على الأعداد الحقيقية سنعمل جدول نبين فيه الخاصية والعملية الأولى والعملية الثانية سنبدأ بالخاصية الأولى وهي الخاصية الإبدالية في عملية الجمع ألف زائد باع يساوي باع زائد ألف كذلك نأخذ الخاصية الإبدالية لعملية الضرب ألف ضرب باع يساوي باع ضرب ألف سننتقل للخاصية التجميعية لعملية الجمع لكل ثلاثة أعداد ألف وباع وجيم فإن القوس ألف زائد باع زائد جيم يساوي ألف زائد باع القوس باع زائد جيم الخاصية التجميعية لعملية الضرب ستكون كالتالي القوس ألف ضرب باع زائد ضرب جيم يساوي ألف ضرب القوس باع ضرب جيم وبعد هذه الخاصية سنتطرق للأنصر المحايد في عملية الجمع ألف زائد صفر يساوي صفر زائد ألف يساوي ألف إذن الصفر هو الأنصر المحايد لعملية الجمع في عملية الضرب ألف ضرب واحد يساوي واحد ضرب ألف إذن ما هي العنصر المحايد لعملية الضرب؟ فعلا هو العدد واحد نتطرق للخاصية المعكوس أو النظير في عملية الجمع ألف زائد معكوسه سالب ألف يساوي سالب ألف زائد ألف سيكون الناتج هنا صفر أي سيكون الناتج هنا العنصر المحايد سيكون الناتج هنا العنصر المحايد في عملية الضرب ألف ضرب واحد على ألف يساوي واحد على ألف ضرب ألف وسيكون الناتج واحد بشرط أن المقام لا يساوي صفر أي الألف لا تساوي صفر كذلك سنرى أن الناتج هو العنصر المحايد لعملية الضرب الخاصية الأخيرة الخاصية التوزيعية وهي الخاصية التي سنطبقها لعمليتي الجمع والضرب معا ألف ضرب القوس با زائد جيم يساوي نقوم بتوزيع الألف على القوس با زائد جيم من جهة اليمين ويكون الناتج كالتالي ألف ضرب با زائد ألف ضرب جيم القوس با زائد جيم ضرب ألف ضرب ألف سيتم التوزيع من جهة اليسار ويكون الناتج كالتالي با ضرب ألف زائد جيم ضرب ألف لنأخذ تمرين نوضح هذه الخواص السابقة سم الخاصية المستخدمة فيما يلي باي ضرب القوس ألف زائد با لاحظ معي هنا عزيز الطالب أنه تم توزيع الضرب على القوس وكان الناتج كالتالي باي ضرب ألف زائد باي ضرب باي إذن عزيز الطالب ما هي الخاصية؟ نعم إنها الخاصية التوزيعية فعلا هي الخاصية التوزيعية لنرى السؤال الثاني قوس أثنين ضرب جذر عشرة ضرب ثلاثة يساوي أثنين ضرب جذر عشرة ضرب ثلاثة هنا تكون هذه الخاصية الخاصية التجميعية لعملية الضرب وأخيرا سالب جذر خمسة زائد صفر يساوي سالب جذر خمسة ماذا تتوقع عزيز الطالب؟ فعلا هي العنصر المحايد لعملية الجمع ترتيب الأعداد الحقيقية مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة مرتبة كيف تكون هذه العبارة عزيز الطالب؟ فعلا مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة مرتبة لأنه يمكن المقارنة بين أي عددين في الأعداد الحقيقية برموز علاقة الترتيب هل تعلمها عزيز الطالب؟ هل تعلم رموز علاقة الترتيب؟ لنبدأ أولا بعلاقة أكبر تقرأ أكبر من وبعدها علاقة أكبر من أو تساوي كذلك هناك علاقة وهي علاقة أسقر وتقرأ أسقر من كذلك هناك علاقة أسقر من أو يساوي وأخيرا علاقة يساوي والآن سنبدأ بدراسة خواص الترتيب ليكن ألف وباء عددان حقيقيان سنعمل جدول نبين فيه الخاصية والقاعدة والمثال الخاصية الأولى وهي خاصية التعدي قاعدتها تقول إذا كان ألف أسقر أو يساوي باء و باء أسقر أو يساوي جيم فإن ألف أسقر أو يساوي جيم لنأخذ مثال لتوضيح هذه القاعدة واحد أسقر أو يساوي اثنان اثنان أسقر أو يساوي ثلاثة وبالتالي سيكون واحد أسقر أو يساوي ثلاثة لننتقل للخاصية الثانية وهي خاصية الجمع إذا كان ألف أسقر أو يساوي باء فإن ألف زائد جيم أسقر أو يساوي باء زائد جيم لنأخذ مثال عليه واحد أسقر أو يساوي اثنان فإن واحد زائد خمسة سيكون أسقر أو يساوي اثنان زائد خمسة لأن ناتج واحد زائد خمسة ستة وناتج اثنان زائد خمسة سبعة وبالفعل ستة أسقر أو يساوي سبعة الخاصية الثالثة وهي خاصية الطرح إذا كان ألف أسقر أو يساوي باء فإن ألف ناقص جيم أسقر أو يساوي باء ناقص جيم لاحظ مع المثال عزيز الطالب أربعة أسقر أو يساوي سبعة فإن أربعة ناقص أثنان أسقر أو يساوي سبعة ناقص أثنان حيث أن 4 ناقص 2 يساوي 2 أسقر أو يساوي 7 ناقص 2 خمسة فعلا 2 أسقر أو يساوي 5 الخاصية الرابعة وهي خاصية الضرب إذا كان 1000 أسقر أو يساوي باء وكانت جيم أكبر من الصفر أكبر من الصفر أي أريد ضرب طرفي المتباينة بعدد موجب أكبر من الصفر سيكون الناتج كالتالي 1000 ضرب جيم أسقر أو يساوي باء ضرب جيم أي نحافظ على علاقة الترتيب لنأخذ مثال نوضح فيه هذا المفهوم 3 أسقر أو يساوي 5 2 عدد موجب أكبر من الصفر نقوم بضرب الاثنان بطرفي المتباينة 2 ضرب ثلاثة أسقر أو يساوي 5 ضرب 2 سيكون الناتج في طرفي المتباينة 6 أسقر أو يساوي 10 فعلا 6 أسقر أو يساوي 10 هذه الحالة الأولى لخاصية الضرب إذا كان 1000 أسقر أو يساوي باء وكانت جيم عزيز الطالب أسقر من الصفر أي إنه عدد سالب فيكون الناتج 1000 ضرب جيم أكبر أو يساوي باء ضرب جيم ماذا تلاحظ هنا عزيز الطالب معي؟ ماذا حصل لعلاقة الترتيب؟ فعلا أكسنا علاقة الترتيب في الحالة الثانية من الضرب لماذا؟ لأننا ضربنا بعدد سالب فالعدد السالب يعكس من علاقة الترتيب عند الضرب في طرفي المتباينة لنأخذ مثال نوضح هذا المفهوم ثلاثة أسقر أو يساوي 5 سالب 2 عدد سالب أسقر من الصفر نقوم بضرب طرفي المتباينة بسالب 2 سيكون الناتج كالتالي ثلاثة ضرب سالب 2 والطرف الآخر خمسة ضرب سالب 2 ثلاثة ضرب سالب 2 سيكون الناتج سالب 6 خمسة ضرب سالب اثنان سيكون الناتج سالب عشرة إذن سالب ستة أكبر من سالب عشرة هنا لاحظ معي قمنا بعكس علاقة الترتيب عكسنا علاقة الترتيب سنتطرق الآن لخاصية القسمة كذلك خاصية القسمة لها حالتان الحالة الأولى إذا كان ألف أسقر أو يساوي باء وكان جيم أكبر من الصفر أي عدد موجب فعند قسمة ناتج قسمة طرفي المتباينة بالعدد جيم نحافظ على علاقة الترتيب فيكون الناتج كالتالي ألف تقسيم جيم أسقر أو يساوي باء تقسيم جيم نأخذ مثال عليه ستة أسقر أو يساوي تسعة وكان الجيم ثلاثة والثلاثة عدد موجب أكبر من صفر فإن ستة تقسيم ثلاثة أسقر أو يساوي تسعة تقسيم ثلاثة أي اثنان أقل أو يساوي ثلاثة إذن في حالة القسمة كذلك نحافظ على علاقة الترتيب عند قسمة طرفي المتباينة بعدد موجب لنأخذ الحالة الثانية من الخاصية القسمة إذا كان ألف أسقر أو يساوي باء وكانت جيم عدد سالب أي جيم أسقر من الصفر فإن ألف تقسيم جيم أكبر أو يساوي باء تقسيم جيم ماذا تلاحظ هنا معي عزيز الطالب؟ سنقسم طرفي المتباينة في عدد سالب ماذا تتوقع عزيز الطالب؟ فعلا سنقوم بعكس علاقة الترتيب لطرفي المتباينة سنأخذ بعض الأمثلة وهو سؤال موضوعي ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة وباء إذا كانت العبارة خاطئة نبدأ بالسؤال الأول ثلاثة صحيح فاصلة 14 من 100 يساوي باي فكر معي عزيز الطالب هل ثلاثة صحيح فاصلة 14 يساوي باي؟ إذن تذكر معي أن الباي تقريبا هي عبارة عن ثلاثة صحيح 1,4,1,5,9 إذن هي عبارة خاطئة السؤال الثاني 2.14 من 100 أصقر من جذر 10 باستخدام الآلة الحاسبة يمكن إيجاد جذر 10 وهو يساوي تقريبا 3.16 إذن فعلا 2.14 من 10 أصقر من جذر 10 إذن هي عبارة صحيحة وأخيرا 3 من 10 دوري أكبر من 3 من 10 ماذا قلنا عن 3 من 10 دوري؟ 3 من 10 دوري أي فاصلة 3 3 3 و 3 من 10 أي فاصلة 3 صفر إذن أكيد راح يكون عندي 3 من 10 دوري أكبر من 3 من 10 إذن هي عبارة صحيحة وأخيرا سنتكلم عن خاصية الكثافة يوجد بين أي نقطتين مختلفتين على خط الأعداد الحقيقية عدد لا نهائي من النقاط كذلك يوجد بين أي عددين حقيقيين مختلفين عدد لا نهائي من الأعداد الحقيقية كما هو موضح بالشكل لنأخذ مثال نوضح هذا المفهوم أكتب أربعة أعداد بين العددين 5 صحيح و 13 من 100 و 5 صحيح و 14 من 100 سنقوم الحل كالتالي نضع العدد 5 صحيح و 130 من 1000 في بداية الحل و 5 صحيح و 140 من 1000 في نهاية الصفحة و نقوم بتعبئة الأرقام أو الأعداد بينهما سيكون كالتالي 5 صحيح و 131 من 1000 ثم 5 صحيح و 132 من 1000 ثم 5 صحيح و 133 من 1000 ثم 5 صحيح و 134 من 1000 و في الختام أعزائي طلاب الصف العاشر أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المادة العلمية على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقات أخرى مع دروس الرياضيات ترجمة نانسي قنقر